ايتن هي الحقيقة البداية جات صدفة بحتة يعني أنا كنت بتعشى مع دينا صاحبتي اللي عادة من وراء رهوسة الجرور إيه دا دينا؟ أهلاً يا دينا شايفاني عقف ايتن كده عادي؟ أهلاً بيك يا دينا كنا بنتعشى فمكان في الشيخ زيد وقابلني أحمد عزت المؤلف كنت وقف معي تليفون شغل فبعدت شوية عن الكافيين اللي كنا عاديين فيه فلقيت أحمد عزت ديعملي كده على كده فيه فلقيت لفيت وقلت له أهلاً وسهلاً خير يا فندم إيه دا يعني متعرفيهوش؟ ما عرفوش وبيمرت كده على كدفك؟ آآ آآ قال لي أنا أحمد أتخضيت في الأول فعلاً تحقيه يوه أحمد لي أعطي تيوت كده معين يعني فماما لفيت تخضيت كده قالت له أهلا وسهلا يا فندم خير فراح قال لي أنا أحمد عزت سينارست كاتب مسلسل حلوة قوي وحطي تحتيها خطوط كتير مسلسل دي قلت له طيب تمام أنا ممكن أقرأه فرقال لي آآ طبعاً ياريته لو حضرتك عندك شركة إنتاج أو أي حاجة تقدر تساعدنا أن أقوم المشروع يبقى هايل طيب تمام من فضلك خد الإيميل بتاعي وبعت لي السكريبت فبعت لي تريتمينت فقريت التريتمينت فاتصلت بيه بصراحة تبهرت لأن عجبني جداً الفكرة نفسها لأن زي ما خالد بيقول في التصرحات بتاعتي الأخيرة هي المهنة جديدة على السينما المصري فأنا اتكلمته قلت له أحمد بصراحة أنا شايف أن التريتمينت اللي أنت بعته ده ينفع أكتر يبقى فيلم ما يبقاش مسلسل قال لي أنت شايفة كده قلت له آآ قلت له طب إيه رأيك تيجي نبدأ ونسابها على الله ونعمل سكريبت الفيلم فاكتلمنا شايف شوية تعدلات بسيطة بيني وبينه بعد كنت أده يكتب السكريبت بعتلي أول درافت فلفيت بيها تقريباً على شركات إنتاج مصر كلها وللأسف فشلت إن أنا أنجح إن أقنع منتج إن هو ينتجه لا يا أجل ده حقيقي عادي قصة تفشل إلا لو ما حكيها من أولها يا مش أنا ما متفقين بس فروحتي بيها طبعاً أو أول حد وروحت له بيها أستاذ أحمد سبكي قلت له إيه رأيك في الفيلم ده مش حال قلت له تمام هو كان عنده وجهة نظر إنه شايف إن الدرافت اللي جات له دي ما تشجعوش إن ينتج الفيلم فأنا ما فشأ يعني ما اكتقبتش أنا أخذت كده عزمي أو قلت هروح بقى لشركة تانية بدون ذكر إسمها طبعاً فروحت للشركة التانية فأطور ما يا جماعة أنا عندي فيلم صغير وإنتاجه يعني مزانية إنتاجه صغيرة وإحنا للأسف الخطة عندنا كتمة لتستنادي فإحنا مش هنقدر ننتج الفيلم أيقس أبداً اشتغلت على الفيلم تاني وفضلت قعدة بحيرب أنا محمد عزت لحد ما وصلنا بدرافت يليق إنه هو يبقى يعني عادتوا تحسينه فيلسكريبت كثير جداً لحد ما وصلت لمديرة الشركة اللي إحنا فيها دلوقتي لأنتاجة الفيلم ريهام عاصم فقابلتني بعد محاولة فشلة برضو مع شركة إنتاج تانية حاولوا بقى يفردوا معالم غريبة جداً للفيلم أنا حاسة معلش أنا أسفة قاطع على قاطع كلام بسي حاسة أنك لقيت نفسك في الفيلم ده طول الفيلم قايت انشعرها منكوش آه يعني يعني لدرجة حد ده بيقولي مين الماكوشة الماكوشة لا لا حد بيقولي مين الماكوشة قلت له الماكوشة إيه ده قلت له ماكوشة مفيش ده مفيش ده مفيش فغالباً لقيت نفسك عشان كده يعني حقيقي طبعاً أنا شخص منكوش بطبي أصلاً ده العادي جداً بتاعك مهم أن أنا رحت لشركة إنتاج كلمة وأساس خالد واتفقوا معاه الفيلم وكنا تقريباً في خلاص الخطوات الأخيرة إن إحنا نمضي الفيلم أنا وأساس خالد ومدير تصوير ومونتس ديكور وفي الآخر لقيتهم شايفين تصور تاني خالص للأبطال غير اللي أنا وش خالد شايفينه يعني نحن بلقوا بنحلم بشكل معين لأنهم هم رايحين في اتجاه تاني وفي الحال صحبت أنا وخلت الفيلم فراحة تصوير بقى مكتائبة ومعيطة وحالتي بالبلا طبعاً طول الطريق ريهام عاصم هي ستايلست بالمناسبة بتاعت مسالسة شقة فيسر فشوفتني عادة مكتائبة مالك يا عايتن تاري حصل كذا 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 وشاركة الإنتاج في اتجاه وإحنا في اتجاه وإحنا عايزين نعمل فيلم بجد وعايزين نعمل فيلم حلوي يدحك ويعيط ويبسط وكل حاجة فقيتلي فيلم دي جاهز تلعه سكريبت مكتوب من المخرج خالد حلفاوي مين مهانس ديكور حسين بكري مين مدير التصوير طبعاً لعز العرب دي حاجة هاني مش جزها جزها اه طبعاً فقالتلي جاهز قلتلها تمام قالتلي طيب حلو يبعطيلي السكريبت قردت السكريبت فقالي من 48 ساعة هي ومهانس إصحاء إبراهيم وعجبهم جداً الفيلم لقيتهم بيكلموني ثالث يوم تقريباً أنا وخلت بيزبطوا معنا موايدة عشان نروح نمضي فجأة لهو إيه ده الحلم بيتحقق يا بجد في ناس أخيراً أمنت بينا وأمنت بمشروعنا وحنعمل حاجات كويسة We made it خلال الحمد لله الحمد لله